دكتور علي عوف كرئيساً لمركز البحوث الدوائي أيضاً من أشهر الشائعات التي تطلق داخل الأسواق هات المستورد لأنه المادة الفعالة اللي فيه أفضل كتير من المادة الفعالة المصري هل ده كلام سليم؟ كلام ده ما هوش دقيق ولا ما هوش سليم لا أولاً المنتج الوطني الصناعة الوطنية هو منتج جودة عالية بينافس الدواء الأجنبي المستورد الفارق في الآتي زمان ومن عهود كبيرة كثيرة يعني من سنين طويلة الشركات الأجنبية دايماً متبنية ثقافة بتزراحها وبتصرف عليها أن إحنا سعرنا أعلى لأن إحنا جودتنا أعلى الجودة مش بالسعر العالي ولكن هو ليه سياسات تسعيرية محددة هو بيفرضها على الأسواق اللي بتساعده على هون يسوى ويبيع وكده يعني إنما في الآخر الدواء المصري من التلاتينات لحد النهاردة أثبت نجاحات وكفاءات ناخد مثل مثل حي ومثل مصر يمكن من النهاردة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في قصة نجاح حقيقية اللي هي فيروس سي صح فيروس سي لما كان بيتقال إن مبارد متوطن وعمل أزمة اقتصادية واستنزاف موارد وبيموت ناس وكده خلاص إحنا لما ظهر السيوبوس بوفير كمادة فعالة أنا بتكلم عن مادة فعالة الأجنبي بتاع شركة الجلياد الأمريكي لما اكتشفته سعر العلبة كان واقف علينا هنا 28 أرس 30 ألف دولار العلبة عشان تعالج مواطن لازم 3 علبة تتكلم في 90 ألف دولار إحنا بقى كصناعة وطنية لما جبناها واشتغلنا عليه خلاص أنتجناها وبجودة عالية نتايجنا وصلت زي الأجنبي 99.5% وفي الآخر مصر بقيت خالية من فيروسي بالمنتج الوطني المصري وجالك من شهرين شهادة من منظمة الصحة العالمية بتقول لناك دولة خالية وكانت قصة انتاء يعني قصة من قصص النجاح على مستوى العالم قالك انت عندك إرادة سياسية عملت حاجة لم تحدث في تاريخ الدول من قبل كده طيب تكلفتنا كامل العلبة احنا عملناها كصناعة وطنية ألف جنيه من 30 ألف دولار ده وقع تجربة ونجاح النهاردة 99.5% زي زي الأجنبي خلاص القصة المادة الفعالة من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحصل هو اننا النهاردة في إحدى المرات كان شركة من الشركات أنا كنت بقى دورها وكده وعندي دولة السكر فكنت بستورده المادة الخام من الهند فكانت الشركة الأجنبية الكبيرة الأوروبية لما تنزل للطبيب تقوله إيه أنا أوروبي أنا إنجليزي كويس والمادة الخام جايبة من انجلتر وأنا قاعد في مكتبي لقيت صاحب المادة الخام اللي اللي بجيب منه جايدي فجيب لي كاتالوج حتطل في وسط الصفحة في أول الصفحة إيه الشركة الأجنبية اللي تنزل بتقول إنها الدور المادة الخام بتاعها هم اللي بيحصل الشركات دي شركات كبيرة بشغلة بفكر البيئة النظيفة عندهم فبيعملوا بيختاروا بموصفات جودة معينة مصانع معينة في الهند مثلا بتطبق جودة وكده وبيصنع المادة الخام هناك وبياخدها هو يعمل لها ريليبولينج عنده وبتنجي لك على أساسين هاي جاي من عنده بسياة في الأساس جاي منين فأنا ببساطة اشتريت من نفس المكان وبقيت أخش للطبيب بيقول لك أفسد أنت مادة خام منين قادي عم قادي الشركة اللي هي بتاعي بصنع مادة خام بتاعتي يبقى إحنا متساويين هنا بقى حيفرق إيه حيفرق لو في كفاءة للمنتج زي زي الأجنبي يبقى السعر في صراح المواطن المصري طيب